اشتركوا في القناة اختر ألوانها بتأنف سيبك من الأسود والبني تشليك في الألوان الففحة تلقى حياتك تضحك ليه تكتب إهداف ناس عايشين عالف والوطع مية سنين ناس تعبانة وطفحة لقوتة لكن بعشتهم رطيين الدنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا إن المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فلوس يوم ورى يوم والحد ما يكملوا 30 يوم وما بنا عيشت قصر وبدلو هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسوكوا عندكم حديقوا وما تروحوا شبال ويمين لغزوا حدوة وأغاني كمان افطروا حلوا واقعدوا يلا استنوني وشريها تفنين ألوان موضة جنان حكاية أشكال على ألوان مثلا أنا الناس بيتشوفني في الدنيا بيحصل قلبات وهي الدنيا يا ناس غير إيه ميكاب روش فستانسي فلّة كبيرة وعربيات وعندك اللي بتحلم بيه أنا بقى شبعي في خلقتي وحياتهم كلها مشاوي هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن مولوكيه فينا اسم الدنيا بديدهان جواباتهم من غير عنوان وإنا بيخفي علينا شوية أصلحة مش نقصاتي كمان يوم ويوم والحد ما يكمل دلتين يوم وما بنا عيشة قصر وبدرو هتشوفوا حكايتنا وأحلمنا وحسوكوا عينكم حد يقوم توقعتو روحش ملوي منا زوجة وجدوا أغاني كمان اصطروا حلو واقعدوا يلا Cira… مللوشي ريه مللوشي ريه موسيقى شيري هانا انت نمتي؟ اه أمال بتردي علي ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايمة طب بقولك ايه؟ هم تفتكري الفلوس بتاعت جده ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من مئة الف جنيه ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير ازاي يعني مالتي مليونير يعني ماينفعش يعني كان عنده مليونير كتير قوي كان عنده فلوس زي اللوز الرز ايوا صح الرز ممكن يبقى عدده اكبر طب يلا يا عروسة يلا نامي عشان هنزحى بقدري اوكي اهاهاهاهاهاهاهاها اوصي بالله بالشيطان الرجيم نيلي مالك يا نيلي انت انت طلعتي مجنونة او ل ايه؟ متخفيش انا بعمل مديتايشن ايه كومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بصورة الحمام لحسن تعملين جدو على الملايات غرقيةها يا بنتي مديتيشن مديتيشن يعني عارفة اليوجا والحاجات دي؟ طبعاً عارفتها بتاعت صباح الخير يا مصر هوب اتنين تلاية اربعة مش تتنين تلاية اربعة شدة تنين تلاية اربعة مش هيدي؟ مبدئياً اليوجا مش هوب اتنين تلاية اربعة خالص اليوجا دي حاجة تانية والمديتيشن حاجة تالتة بس انا قلتلك عشان هم الاثنين من نفس السكول يعني أي واللي هو أي يعني؟ بصي، مديتيشن يعني التأمل يعني أن أنت تركيزي كل أفكارك وأحسيسك في بوزيتف ثوات في حاجة إيجابية وتفضلي تركيزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوات وتبقى دماغك فاضية ما فيهاش أي حاجة طب ما أنا أساساً دماغي فاضية ما فيهاش أي حاجة من غير محزق بالزيرو ده مش قصدي فاضية أزتافها كده قصدي فاضية يعني كلير صفية عندك سلام داخلي ريلاكست لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجة نفسك العليا يا حبابتي يا نيلي أنت طلع عندك عليا ومخبية علينا طول الفترة دي فكرتيني بناشوة الله يمسيكي بالخير يا ناشوة كتعمنا زي الكتب الزبط بس هي با كان عندها عليا وسفلة بس دي الله ومحفظنا نص شعرع اليمين وقع وكلت عيالها والله يباريك له عم عطي خدم الجامع هو اللي طلع منها العليا والسفلة كله إيه يا بنتي اللي بتقولي ده أنا ما عنديش عفريت صدقيني يا نيلي أنتي مش حاسة بنفسك هو ده قارينك قارينك اللي جواك اللي كان بيدحك زي ناشوة بالظبط للو كنت بقاعدة معاه في الكافي فجأة لقيا بتضحك بس الدحكة بتاعي تعيبها إيه خشنا ده السفلة عشان انتي العليا حبيبتي أنا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الدحك يعني ان أنا أفضل أدحك أدحك قبل ما نام عشان أطلع كل الناجيتف انرجي لجوايا ولم نصحة برضو أدحك قوي عشان أاخد بوزيتف انرجي على فكرة الاكسسايز ده لو قعتي تعمليه لمدة ثلاث شهور انتي مش فاهم الناس هتقولك إيه كل حد هيشوفك هيقولك شريهان إزاي حلويتي كده إزاي وشك بقى منور وجلوين كده ثلاث شهور حلوة فيهم أيوة ده أنا لو قضبت إسبوعين بس على مصك جنين الأمح مع صفار بيدة هيبقى وشي بدر منور كده هيبقى شبه مدام ميادة الحناوي شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك من فضلك نامي بقوت في النور فصلتيني حيوينة هااااااااااااه روفي بتعملي ايه؟ آه معيني الكمبنيشان آه هاااااااا واش gir انيلي قام ببيبي هاااااااااااا اه يا هابلا يا بدي الهابلا آه 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 استانوا بقى لما اكلموا قالو ايوه يا عب عزيز انت في الميناء احنا وقفين عند البوابة هو خد نيلي عايز اتكلمك انا مش شكة اختي اختي ايوه يا زيزو انت كمان وحشتاني قوي ايوه احنا مستنينك can't wait to see you ده مش فرنساوي على فكرة ده انجليزي باي لزج وغبي ومشلة ومعصب بوسي يا نيلي احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوا وانتي تفضلي مع اب عزيز ايوه اللي حبل اللي انت بتقولي ده تسابيني مع عبدالعزيز ده يعني ايه انت عارف لو حد عرفه شفني وانا وقفة معا وفتقرني سحبته يبقى شكل ايه ده اللي همك لا بقولك ايه انتي لازم تفك كده لازم تلهيه عنينا عشان ندخل نضوع على الفلوس وقال له هنقيب ينطلنا كل شوية ويشوف احنا بنعمل ايه لازم تميني مع الراجل وتدي له ريق حلو وما تسألنيش يعني ايه ريق حلو عشان اي مش عايز اقرف ما انا مش فاهمة يعني ايه تدي له ريق حلو يعني انت غديه على حجر كده اخده على حجر ايه حيوانة انتي يا ستي انتي فاهمة غلط على فكرة هي مش اصداق اي حاج عيب هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قصية ومملة فانتي يعني تتدلع عليه وتتهوني وتوري له مثلا حتة من الكتف حتة من السمانة حتة من الورثة كتفة ايه وتسمانة ايه يا هليل الادب ايه اللي انت بتقوله ده ده انسانة محترمة مش معنى ان بواها محبوس معنى كده انها ببيع نفسها ابيع نفسي ايه متخلف انت كمان يا جماعة انتو فاهميني غلط على فكرة ومكبرين الموضوع انا قصد يعني اننا مش عملين كل دهوت عشان الفلوس خلاص ماجوش بقى تلوقتي وتعصلكم خلاص خلي خطبتك بقى تباين الدبوس والسمانة ولا ولا ملكش دعو بخطبتي ولا بدبوس خطبك واشمعنى انا شمعنى تحب بقى قولهم بقى مين انبارح لك ان مباين وركي وصدري ودبوس يا عم السوبرمان بس ايه اللي حصل انبارح تخيلي يا انيس انيلي وقف على طرف السرير ومصمم من قوي بس مفيش حاجة حصلت انبارح هتبيع نفسك اكيد مش هبيع نفسي وما اتتوهش ايه اللي حصل انبارح انا مش بتوه انتي اللي بتتوهيه عشان انتي عايزة تبيع نفسك شش بس 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 خلاص عبدالحزيز جي سكوته حتى مشيته كارثة شروخان قوي وبعدين هو لابس ندار ليه بالليل عامل لديك يا سلام هتبقى زوجة رجل مهم ياه انتي قاعدة قدام عشان تبيع اول واحدة تشوفيني شفت بقى طب خشي انت هتعمل ايه هاعد جنبك عشان ما نزنوش الجماعة ورا هو عشان ما تزنوش الجماعة ورا هتوعد على رجلي لا يعني انا سوفيف بس خديني جنبك سوفيف ايه هو ميكروباز انا قاسف معرفش انها واخدتنين قدام هاعد ورا وعيني عليك اوكي خشي جواب باش عشان نزل قريبا ادخلي يا سامي اهلا 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 انت كلم اذهب افتح يا بني انت كلم انت فاجاح فل اوهلا كل باشا مالقبة يسيق بيت مالا ي pasado قدام دعو بس هنا يا ستسين بس تفضلوا ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه متشكرين قوي عب عزيزة عبناك معانا خليك انت بقى هنا عشان ترقب لنا الجولة وفي حاجة تقول لنا وانت يا نيلي خليك هنا مع عب عزيزة عشان تونسيه طبعا انا تحت امر عبدالعزيز طب يلا يلا بينا احنا قبيعي نفسك يا نيلي بس بقى بطل خلاص ما تزبلوش العربية اوكي يلا انجي شريهين خلي بالك على جاكت بتاعي اوعي حصل له حاجة هاي زيزو تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربية والله سواء المحير اخاف اقولك وانسيني هنا يطلع الونسة في العربية احلى اخاف اقولك وانسيني في العربية يطلع هنا احلى طب تجي نجيب العربية هنا ويتونسيني هنا في العربية انا مش فاهمة منك حاجة تعال ترمي هنا الحلو واعي يا معلم مو كنت بعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك فاهم يعني ايه سبيس؟ ايوة فاهم طبعا من عندي كمبيوتر سبيس يعني مصطرة ايه؟ اهو؟ المخزن اهو؟ ايه؟ يلا يلا الكنز بقى فقني علبة في العلب دول ورنين كده؟ فانسي الكنتونر اللي مرسومة في القصة مكتوب على ايه رقم 19 يعني الكنز في الكنتونر هنا مرسومة على ايه رقم 19 لا 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 احنا ندور على المكتوب على ايه رقم 19 انت غابي؟ ما انا لسه اقيل كده ما تعملش نفسك زكي انت غابي غابي بس عملي انت عمال بتتكلم بس يوه احنا جايين ندور على كنزي يعني مش فاضين للعب العيال ده يلا موسيقى 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 ممكن شريك كشاف ده، من على وشك عشان شكلك مرعباوي بتخاف؟ بس ما تخاف، ما فينيش مدرعبنيش، مش ناااااس، أنا طب بقول لك ايه لقيت حاجة لا ما لقيتش أي حاجة بلان، طب فين هاني؟ مش عارف هاني هاني انت زف هاي لقيتو حاجة؟ لا، والانت ما لقى مفيش حاجة طب كملو كملو مشي بس انا واخد على خطري يا بتي يا ننة اولا انا مش بت ومش ننة يعني ايه واخد على خطري يعني نفسيتي تعبانة خدت والله خدت جود فوريو وبنادور كوندفلو ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك ليه يا زيزة هو ايه اللي حصل بقى بعطلك طلب صداقة على الفيز وانتي ما تقبلوش انا ما فتحتش فيسبوك من انبارح ما لش انا اصفه لا يبقى افتحي وبصي على كونباوند بتاعي ابص على ايه الكمباوند انتي ما عندكش كونباوند على الفيز هو اللي على الفيز ده اسمه كونباوند اه معروفة ولا على انستجرام كونباوند برضو ولا على تويتر اما اللي بنسكن في اسمه ايه لا دبلوكات يبقى بس افتحي الكمباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحجان الف سلام عليك امين الاحجان امين الاحجان امين الاحجان يفضح او ايه انا لابت الديني على رقم تسعتاشر ده مش لقيه خالص يبقى أكيد موجود في مكان تاني أو رقم تاني مستحيل الرقم اللي موجود في القصة رقم تسعتاشر يوه هو جدي ده غوي فرهادنا ودايماً يفقى عمارتنا بفزلكته دي استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميك راجل تافيه أصلا ما تحتاجم نفسك يا دي انت ياه انت لسه شات مجدك من شوية قدعي على جدي وقع اللي يقول أمين انا ما قلتش أمين انا قلتك انت بتقولوا ايه ده انت لو مالشين في سوق الروائي مش هيبقى لحوار كده يا جماعة احنا بندور على كنز كنز شوفوا هنعمل ايه انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جوا ايه نفتحك هي عيلة بتونة احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثة طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا هافتحها بس همش فاهمي يعني اعمل ازاي يا دمه هي الكناتر هي واد ده كونتر وده كونتر وده كونتر لا دي كونتينرز زرز كونتينرز مش كناتر ياد كناتر ياد مالك تعي كده ليه كناتر زي كناتر الخيرية حانو اسوسو هاني هاني شرهان تعالوا شقلبوني نعم بقولكو شقلبوني شقلبك ده ايه ما تزبط كده خلاص ما انشقلبنيش انا عرفت الحل الحل بالمقلوب ما فهمناش حاجة يا ابني سهلة وبسيطة تعال شقلبك عشان تفت تعال طب ما تيج انا شقلبك شقلبة مش هتعب تتعادل بعدها انت فهمت ايه مش قصدي على فكرة فهمتلي في دماغك لا مش ده لفي دماغي يا حبيبي بس انا فهمك الكونتينر رقم واحد والستين دوت هو اللي فيك كنز مش هتفهم انت لما تقلب الواحد والستين دي هتبقى تساعتاشر الرقم اللي موجود في القصة زي كل الغاز ميكي الحل بالمقلوب يس 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 اشتركوا في القناة 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 اه خدت بلك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة؟ انا مسمعتش حاجة اما انت مخدود ليه؟ اه انت المخدود على فكرة ايوه اه لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت حاجة خيلتي بحاجة بتعدي ايه بقى بيت هيقلك ما انت بشوفتش؟ ما شوفتش حاجة انت كذب على فكرة ايوه مش هنخلص النهاردة؟ هم الموظفين كده نيجي نخلص شغلنا وانا يعودوا يحلوا الكلمات المتكادرة؟ لا يا اخوة يا سبعة تيامة جيلها كل عزل اللي والإدارة تانية ومش عارف ايوه ايوه ترى 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 تفكرة م Tenemos المزرعة السعيدة كيف تحمي التمساح مفيش لعبة اسمها كده ازاي دي مشهورة عندنا يديك شوية مية وتعود يتحفوري للتمساح لحد ما يوصل للمية يشطف بها واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوة بس بالانجليزي كيف تشطف اللاكوز بقولك ايه؟ انت عمرك صحبت قبل كده؟ يعني فيه بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بص اكملني يعني وضع مور وشيك فتلاقي بنات العالم كلهم علي كده لا انت شيك قوي بصراحة مرسيه عجبك اللا صفر؟ طحفة كنت متأكد اصلي ماشي معلون شعرك طب اقولك حاجة عارفة كل تقليعات عمر دياب قولي بقى ان اواخدها منك لا كنت اقولك حلوة عادي انت ليش شايفاني كده؟ لا خالص اه وانت ما قولت ليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتي كتير جدا الله بعشة يا الست الخينة تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية؟ حبيبي يا لكوست هيا امي فهمت حاجة؟ لا بس اللي فهمته من الكلمات المتقطعة دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي وفي واحد راجل عايز يشتريه منها عشان يديه لمراته في عيد جوازه العقد دا ضع فضلوا يدوروا عليه كتير قوي وفي الاخر بقى اكتشفوا انه لوز نايم على العقدة في المزرعة كان عامله مخدة يعني؟ طيب يا جماعة تمام؟ احنا نطلع على المزرعة واكيدة هنلاقي العقدة هناك نطلع على المزرعة دي في مدينة البط طيب ايه يعني هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة هي؟ في الفيوم مدينة البط ابني الفيوم قريبة احنا نركب من رماية اي حاجة ما بس بقى ياد يا زعيف انت وهو احنا مش فاهمين حاجة لازم نلاقي حد بيفهم ما هو يا ام عم بوده يا ام عم عبدالله يا جماعة استاهدوا بالله انتوا اليقسى ركيبكم ايه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده فار 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 مين ده؟ يلا يلا ممشي انا قتلته لا يلا انا قتلته انا قاتل لا لا انت مش قاتل ده كان دفاعني النفس انا قتلته ده لا لا ما تخافش لا مش انت مش انت يلا 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 بسرعة يلا اتحرك هاني استناها هاني موسيقى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة